أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حلقة خاصة لمناسبة شهر الصيام عاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركة والحرية إن شاء الله يقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الصوم هو الرقن الرابع من أركان الإسلام ولنا تعليق مهم على أركان الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مبيناً أركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا رقم أربعة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه أركان الإسلام الخمس أركان الإسلام يعني الأساس كيف أنك عندما تبني البناء لا بد له من أساس فإذا لم تبني له أساساً متيناً ينهار أفمن أسس بنيانه على شفية جرف ينهار فانهار به إذا بنيت البنيان بدون أساس بتحمل أول حبة تاني حبة من حجارة بعدين مخفصوا الحجارات وبنهار البداء كله فلابدنا الأساس ولكن هل الأساس وحده يكفي إذا لم يكن صالحاً؟ لا لا يكفي وهذا ما يجهله كثيراً من الناس وهذا ما أريد التعليق عليه أولاً الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول الإسلام هو هذه الخمس يقول بني الإسلام على خمس فالإسلام يبنى على هذه الأساسات الخمس إذا لا بد منها لا يقول قائل أنه والله الشي مو بالصلاة والله أنا قلب طيب لا الصلاة أساس قلب طيب بنظرك قلب طيب ما حدا بشوف دبسه حامض ولكن لا تلبس أن ترى هذا القلب الطيب لف على أعراض الناس وعلى أبوال الناس وعلى كده ولا طيب يا طيب ما جبرت بس حكت عليه هل أسس لابد منه طيب هل هذه الأسس تكفي إذا كانت لا تعطي نتائجها فيما بعد صلى وصام وزكز عليها موال زكاة وحج كذا ولكن لغير الله لأن الصياب بنفعل والموال لما بتبرع يكتسب عزة عند الناس بمدحوه والله فلان كريم لا يقبل منه هذا ولو كان حسب الظاهر دفع زكاة ماله ويكون من الأشخاص الذين تسجل فيهم تسجر يعني تشعل فيهم النار أول كل يؤتى بالرجل العالم فيقول ربي يوم القيامة يقول ربي تعلمت وعلمت يعني علمت الناس الدين فيقول له كذبته تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل أخذت أجرك من الناس قالوا عنك عالم مدحوك ثم يؤمر به فيسحب على وجه إلى النار ويأتي المتصدق يعني ذفع زكاة فيقول ربي تصدقته فيقول له كذبته إنما تصدقت ليقال عنك كريم ما تصدقت لأنه أنا أمرتك قلت لك ادفع من مالي شيء للفقراء هذا حقه دفعت شان أقوله عنك كريم وقد قيل قالوا عنك كريم فليس لك عندي أجر ثم يؤمر به فيسحب على وجه إلى النار ويأتي المجاهد هذول اللي بقوله والله جاهد من زيش الشيطان وعبيد الشيطان وليبي عبد الحسين وليبي عبد هبل وبلفوا بالعلم إذا لفوا بالعلم بدخل الجنة لا العلم بزيدوا حراق كما في جهنم ويظنون أنه شهيد بسماء يؤتى بالمجاهد يوم القيامة فيقول ربي قاتلت في سبيلك فقتلت فيقول لو كذبت قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجه إلى النار فأركان الإسلام ينبغي أن يبنى عليها الإسلام إذا لم تكن تنتج إسلام وكانت تنتج كفر فلا يستفيد صاحبها منها شيئا وأيضا الصيام سيحقق هدفا الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمن يا أيها الذين صدقوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم صدقوا تصديقا جازما كتب فرض عليكم الصيام كما كتب كما فرض على الذين من قبلكم الأمم قبلكم كلها فرض عليها الصيام بأشكال أخرى بأوقات أخرى من نفيها ولكن فرض عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تصلون إلى التقوى تقوى من؟ تخافوا من خنزير ابن الخنزير؟ لا تتقون الله خالق الكائنات وسيقبض روح الخنزير وغير الخنزير لعلكم تتقون ما هي التقوى؟ أنتقي نفسك من عذاب الله أنتقي نفسك من سخط الله كيف تقي نفسك من سخط الله؟ بفعل ما أمر الله بإخلاص لله ذا لشيء آخر بفعل ما أمر الله لله بإخلاص واجتناب ما نهى عنه الله لله فإن زلت قدمك تستغفر الله فيغفر لك الله أما أن تختار طاعة الشيطان من شاطين الإنس أو الجن ثم تزعب أنك من عبيد الله وأنك مجاهد في سبيل الله وأنك تنفق المال لا تصوم لله وأنت تصوم من أجل الرجيم أو تصوم نفاقاً لتتظاهر أمام الناس أنك صائم وفي الخفاء لا تصوم ولا في شيء وين قياداتكم وزعمائكم؟ عبصوموا؟ أين يصومون؟ أين يصومون؟ عند العاهرات؟ علي أجل الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تصلون إلى درجة التقوى التي تقو أنفسكم من النار كيف تقو أنفسكم من النار؟ بفعل ما أمر الله واجتناب ما له الله عنه إذا كان فعلكم هو الفعل الذي أمر الله به وترككم لأشياء نهى الله عنها فأنتم من المتقين أنظروا بقى وزينوا الناس كلهم وزينوا أنفسكم هل أنتم ترفعون راية الإسلام وخليفة المسلمين ومدري إيش كذا؟ من أجل أن تجعلوا الناس يطيعون الله أم يطيعونكم؟ هون النقطة المهمة يطيعونكم وأنتم تطيعون من؟ ونحن نعلم أن قسما كبيرا منكم من رجال المخابرات المخابرات الدولية والداخلية هؤلاء قيادتكم ولو زعمتم أنكم تصومون وتأمرون الناس بالخلافة هو الحكم الأسلامي بلا حكم الأسلامي بلا شيء أنتم كفار والعياذ بالله تعالى والدليل على ذلك أن الشعب السوري أراد أن يتحرر من طغيان الطغاة النصيرية الذين يقتلوننا نيابة عن اليهود وعن أمريكا يأتي جيش أولئك الذين يزعمون أنهم سيقيمون دولة الإسلام فيضربوننا من الخلف في أول مرة دخلوا إلى الشمال السوري قطعوا كل يوم وفي هذه المرة ظهر للناس أجمع أن الحرارة عندما يريدون أن يدخلوا حلب يأتونهم من الخلف حتى لا يأتون حلب فهؤلاء هؤلاء لدولة الإسلام لا لدولة الإسلام هؤلاء دولة الفجار أنجس من الكفار لأنهم يدخلون للمسلمين من الخلف فيقتلون أفاضل الناس منهم ويزعمون أنهم مرتدون وهم عندما تنظر إلى أعمالهم يذبحون الداس هل هذا مستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مستقر الطغاة يدفعكم إليه رجال المخابرات حتى ينفروا أهل ملتهم من الدخول في الإسلام لأن الإسلام دين الفطرة ورأوا أن الناس من شعبهم يدخلون في دين الله فاختلقوكم وكونوكم لتنفروا الناس مش فرجوهم شوفوا هذا الإسلام هذا يدخلوا فيه حتى يبعدوا عن الإسلام أدركتم ماذا تعملون فالقضية التقوى إذا لم يحقق فيكم الصيام التقوى يعني أن تفعلوا ما أمر الله به ورسوله وتجتنبوا ما لها عنه الله ورسوله فليس صيامكم خيرا ولن يقبل الله صيامكم ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه اللي ما بترك شهادة الزور والعمل بالزور والكذب الله ما له حاجة يترك طعامه صلاةه وروح ياكم ما بتتقبل منه ما له الصيام يعني فهل هؤلاء المجرمون الذين استحلوا دماءنا وأعراضنا وقتلوا أبناءنا ونساءنا من النظام أو من داعش داعش لماذا يأتون من الخلف يضرمونه نتركونا يا أخي حتى نخلص على النظام لا يأتوننا من الخلف ليحموا النظام فهم أنجس وأسوأ من النظام إذا كان السابقون الذين يخرجون عن حكم الإمام العادل يسمون خوارج فهؤلاء لم يخرجوا عن حكم الإمام العادل هؤلاء دخلوا تحت حكم الإمام الجاهر سرا ليقتلوا المسلمين والله قتلوا منا من المسلمين من هم من أفضل العلماء لماذا قتلوهم لماذا أه الله أمر بذلك أم على الله تفترون بعدين تظنوننا أننا إن كنا من أهل العلم ومن طلاب العلم سنصدق أنكم تريدون إقامة دولة إسلامية دولة الشيطان هذه وليس الدولة الإسلامية الشيطان اكتشف في آخر عهده عندما أفلس من كل شيء أفلس من الاحتلال وأفلس من حمل السلاح ومن كذا أن يختلق مجموعة اسمها الإسلام وتقتل المسلمين مثل ما صنع إيران الرئيس الأمريكي قال ما بسمح بدولة أن تقون دولة دينية كذاب سمح دولة يهودية دولة دينية والماء دينية أسادة هو يعمل يهود ولا يفهم لا يسمح بدولة دينية سمح بدولة إيران الإسلامية الجمهوري الإيراني الإسلامية دولة دينية أو لماذا دولة دينية ولكن لماذا سمح بها لأن قياداتها آلهة ما معنى طاعة الفقه يعني عبادة الفقه يعني القادة فيهم هم معبودين مثل ما بأمره بنفسه وأمريكا بتجعل هؤلاء القادة من يميل إليها ظاهرا أو باطنا وتسيره كما تريد اليهود فتراهم يقتلون المسلمين ولا يقتلون اليهود أدركت لماذا هجموا علينا في سوريا وفي غير سوريا هل أدركت أيها المؤمن في سائر الأرض البلاد الإسلامية في الخليج هل أدركت لماذا يهجم علينا الجيش الإسلامي لسمى الغرب وأمريكا إسلامي دولة إسلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هل أدركت لماذا يهجمون علينا هيك لوجه الله حتى يحررون المسلمون أوائل كانوا يهجمون على القيادات الفاجر الكافرة فيقتلونها هؤلاء يقتلون شعبنا يقتلون الشعب المسلم ثم تقول هؤلاء تظن أن هؤلاء المسلمون لا أبدا إذا كنت تصوم وتصوم بحق فافهم وعرف عدوك من صديقك كما يصفه لك ربنا فالتقوى طاعة الله وترك معصيته الصيام يحقق التقوى إن لم يحقق التقوى فلا صوم لك ما هذا الصيام أياما معدودات محددة كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بادي الأمر يصوم ثلاثة أيام من الشهر ثم جعلها الأيام البيض ثالث عشر رابع عشر خامس عشر إلى أن فرض الله فرض الله عليه صيام شهر رمضان ومن أهم فوائد الصيام أنه يربط العبد بالله تبارك وتعالى هذا إذا صام مخلصا وصام رياء أمام الناس حتى يفرجوا حاله أنه صايد لا صام مخلصا لله فإن القلب عندما يترك شهوتي الفرج والبطن وهذه الأهم غرائز في الإنسان إذا ما أكل بموت وإذا ما تزوج ما بموت ولكن يفوته شيء مهم خلقه الله فيه قويا من أجل أن يتحمل تبعاته فهؤلاء هاتين الشهوتان عندما يستطيع أن يفعلهما بالخلاء ولا يدري به أحد ويمتنع عن ذلك لله فيدل على أن قلبه مرتبط بالرقابة الربانية وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الصيام شهر الصبر لماذا؟ لأنه سيعطيه الأجر الجزير قال الله تعالى وَيَوْمَ يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ يُعطِيهِمْ من عطاء سبحانه وتعالى في الآخرة وكل عمل ابن آدم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به فسيجزي الله به الإنسان الجزاء العظيم وعلى هذا ينبغي أن يخلص العبد في الصيام لربه سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى أنزل علينا دين الحق دينا كاملا فمن لم يستطع أن يستطع الصوم لماذا؟ إما أن يكون مريض أو يكون مسافر أو يكون عاجز كبير السن فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يقضي في أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملون الصيام ولكن بشدة وطاقة يصعب عليهم الصيام كالرجل المسن الفاني أو المريض الذي لا يحزن يعني لا يمكن شفاؤه والصيام يضر به فيأمره الطبيب بالإفطار يجوز أن يفطر ويدفع فدية وفي الأول نزلت آية الآية هذه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قالوا من شاء منا صام ومن شاء منا أفطر ودفع الفدية وكان بعضهم يطعم خبزا ولحما المساكين ويفطر حتى أنزل الله قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه لما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه فرض الصيام على الجميع ونسخ قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وبقي هذا الحكم لم ينسخ بالنسبة للشيخ الثاني المسن الذي لا يستطيع الصيام والمريض المزمن الذي لا يزول مرضه يستطيع أن يفطر ويدفع الفدية عن كل يوم طعام مسكين يدفع كيلوين حنطة أو قيمة كيلوين حنطة للفقراء عن كل يوم يفطرهم فدية طعام مسكين إذن أصبح الصيام فرض على الكل شهر رمضان كامل وشهر رمضان الصيام عندما يصوم ثلاثين يوم مثلاً ويصوم ستة من شوال كان كما صامت دهر كلها لأن الحسنة بعشر أمثالها من جاء بالحسنة ثلاث عشر أمثالها ثلاثين يوم بعشر أمثال ثلاثمية وستة من شوال بستين يوم ثلاثمية وستين يوم كأنه صامت السنة كلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفقه فمن شهد منكم الشهر فليصمهم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها يصوم بدلها في وقت آخر أما إذا كان كالشيخ الفاني لا يقضي وإنما يدفع الفدية ويلحق بذلك الأم المرضع أو الحامل إذا خافت على حملها أو على رضيعها أو على نفسها من الصيام يجوز لها أن تفطر وتقضي يوماً آخر إن كانت تستطيع وإن كانت لا تستطيع تفدي وعند الشافعي تفدي وتقضي إذن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم يقول سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر طيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كيف أنزل في رمضان روى الإمام أحمد وعنواثلة بن الإسقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان ست أيام من رمضان والإنجيل لثلاث عشر ليلة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان يعني ذلك الخمسة وعشرين إذن الصحف والتوراة والإنجيل أنزلت دفع واحدة ولكن القرآن كيف أنزل في رمضان اسمعوا ما يقوله لنا ابن عباس رضي الله عنه روى من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنه سأله عطية ابن الأسود فقال وقع في قلب الشك قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله تعالى إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر شكيت مع فمثال وقد أنزل يعني القرآن نزل منقطع منجن ما نزل دفع واحدة وقد أنزل فيه شوال وزل قاعدة وزل حجة إلى آخرين يعني طويل أيام السنة فقال ابن عباس إنه أنزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر في شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليشعر الله الملائكة والخلائق بمنزلة القرآن ثم نزل به جبريل منجما يعني مفرقا منزل آيتين على حسب المواقع وعلى حسب الحاجة والصوم مدرسة تربوية أيها الإخوة الإسلام يربي الناس من داخلهم ولا يربيهم بالعصى كفعل الإرهابيين العصى للحيوانات يقادون من الخارج الإسلام يربي الإنسان من داخله عندما يأمره بأن يجوع ويمتنع عن الشهوات يملك نفسه فيضبطها مثل السيارة إلى فرامل توقفها وقتل بتريد عندما يكون خطر بتوقفها عندما يكون الطريق سالح تمشيه فالنفس أمار بالسوء ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالصيام لنربيها ونمسكها عن ما حل الله إلى أن تنضبط قيادتها بالشرع والتقوى فعندما نتألم بألم الجوع أيضا ماذا يحصل اجتماعيا نحس واقعيا بألم الجوع الذي يجوع به بعض الناس طيلة أيام السنة فإذا تم هم ويرم ويتعبد الناس لا يحس بآلامهم ولا يحس بوضعهم يكون في جنبه جائع يتضور جوعا وهدياك الأشكال وألوان ولا يقول الحمد لله لأنه يعبد غير الله فالمؤمن عندما يصوم لله يحس بعباد الله فيربيه الشرع الإسلامي على أن يكون إحساسه إنسانيا أما أولئك الفجار الكفار يقتلون الأطفال والنساء ولا يحسون بالآدمية فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفيدنا من شهر الصيام وأن لا ينتهي شهر الصيام عنا إلا وقد صمناه إيمانا واحتسابا وأن يغفر الله لنا في هذا الشهر ذنوبنا ومن علامة الغفران والرجوع إلى الله أن نستمر في طاعة الله بعد الصيام والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر